السلام عليكم مرحبا بكم في قناة سيهام شانيل اليوم جيد ندير معكم واحد الغريبة تجهزوينة بثاف اول حاجة اخذت هنا جوشكي سندير الطحين زرتهم في هذه المقلة هدي وغادي نحمرهم هاد الطحين محمر مني سنديروه في الحلوة تعطيها واحد لما تقزوين وتيخليها تتحمر بطريقة مقادة يعني تيجو كلهم في نفس اللون تعطيهم واحد اللون موحد هنستمر في التحريك حتي تتحمر ليه ذاك الدقيق من بعد ما تتحمر ليه ذاك الدقيق ديالي زنت معه مي وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ قبيصة ديال الملحة بيضة خمارة ديال حلوة وفانية واحدة وكاس ديال سكار غلاسي بنسبة سكار غلاسي بإمكانكم تزيدوا الكمية حيث أنا ما بغيتهاش تكون حلوة بزاف غاد جيني شوية ناقصة في الحلاوة دونك ليه تيبغي الحلاوة بزاف يدير كاسونس دونك غاد نزيد عليه السكار غلاسي وزيت الفاني ديك الخمارة ديال حلوة دونك غلاسي بيضة غدين خلط هذه العناصر كاملة يعني كل شي درتوفو ضقة وحدة حيثين نساجمو ليه مزيان واحد ريح اغزالة طالعة من هاد الخليط هاد في حالي كوفخات في حالي حتلي بيسكويت نشرون من المحلات كما قلت لكم رابطوا السكار يجيكم حلو زيدوا الكمية انا جتني بسوسة شوية انا ما بايتش نكتر له سكر من بعد ما خلطت هاد العناصر كاملة ونسجمو ليه لابا غادي مدا نزيد الدقيق ديالي شوية بشوية حتى يتماسك لي الخليط اذا ما تتهش الدقيق بزاف تجمع لنا الخليط حاولوا انكم ما تعجنوها ش غير اجمعوا ذاك الدقيق ها هي الان العجينة من بعد ما جمعتها تدجي على هاد الشكل يعني ستقدري تشكليها بكل سهولة وما ستلصقش لك في الدك هنا جبت اللاطة ديالي درت فيها البابيي كويسان وغاديم دندير كويرات الحجم اللي بغيتو بغيتوهم سوى الغريبات بغيتوهم كبار ولا صغار نتو مالا غتديروا الحجم إلا بغيتو تعبروهم في الميزان كوم سيجوكم كلهم قد قد دونك غاديم دندير الكويرات ونستفهم كاملين في اللاطة انا درتهم مويا ما درتهم مش لاكبر ولا صغار بعدوا بيناتهم من بعد ما شكلت الكويرات كاملين شتوا المسافة اللي خليت بيناتهم دبا غادي ناخد هاد الفوي هو باش غادي نزوق ليوموجهم يعني ما تحتاجوش يكون عندكم طابع اللي ما عندوش الطابع يدير غيلو فوي هكا و اللي عندو الطابع يقدر يستعملو هكا تشعطينا واحد دي كورزوين ويمشكل مغاير غادي نورك عليهم كلهم بنفس الطريقة هم رات يزيدو يكبرو شوية في الفران دونك ما تكبروش الكويرات بزاف حيث فيهم الخميرة دي الحلوة هنالفران ديالي شعله هل مية وسبعين دراجة ودرت الفرفارة اللي ما عندوش يقدر ميديرهاش ماشي مشكل خديت هنا واحد شوية اللوز كان عندي زين توبيه لما عندوش اللوز يقدر ميديروش تيخرج هكا من الفران تتخرج الغريبة ديالنا من الفران ويدير فيها نوثال لفذيك التوقب اللي تكون الوسط ولا يدير دي بيبيت دو شوكولة ولا يندكم متوفر كعامل ولا اي حاجة تقدروا تديرها الوسط وركعت تخليوهم بلاش على غير شكيل ديالو ماكك تيجي زوين ويمان زينتو ماكك باللوز وهو غريبة ديالنا من بعد ما خررت من الفران انتم ما شفتو الشكيل ديالا كي تيجي ولا كولوغ ديالا كتتجي موحدة تجيه شيشة بزاف وتتوقف حلي معللكة شوية من الداخل وهديك اللويزة اللي درنا فيها عطتها منظرتها هي زوين انتم ما شوكي تجي من الداخل وك اللي اجبتو الوصفة ديال اليوم ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويدير يا جين باش يوصلك على الجديد الى اللقاء